اهلا بكم متابعي قناة فروم الروكو في نشرة اخبارية جديدة وهذا ابرز عنوانها سيارة للنقل المدرسي تقتل طفلا بالدخل ولان الى التفاصيل لكن قبل البدء لا تنسوا وضع اشتراك في القناة واعجاب بالفيديو لاقي طفل ذو 9 سنوات مصرعه زوال الثلاثاء 18 اكتوبر الجاري بعد ان صدمته سيارة للنقل المدرسي بحي الامل بالدخل وحسب مصادر اعلامية محلية الطفلا المذكور توفي قبل وصوله الى مستعجلة المستشفى الجهوية الحسن الثاني بالدخل وفور علمها بالحادث حلش بعين المكان عناصر من الامن الوطني قصد الوقوف على حيثيات هذا الحادث الاليم ويشكو عدد من اباء وامهات التلاميذ للنقل المدرسي الخصوصي التي اصبحت تشكل خطرا حقيقيا على سلامة الاطفال واصبحت غير قابلة لاستعمال اضافة الى تهور بعض السائقين الذين يبالغون في القيادة بسرعة مفرطة كما طالب هؤلاء الاباء السلطة المختصة بالعمل على مراقبة وسائل النقل التي يستعملها ارباب المدرس الخصوصية في المدينة كنتم مع نصرة اخبارية الى اللقاء